نادي الوداد الرياضي في المفاوضات مع الدولي الليبي في مدوء الهوني اللاعب أصبح قريب من الانتقال إلى الوداد الرياضي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية اللاعب سابق لنادي الترجي التونسي جلت إدارة الترجي في توصل إلى اتفاق مع اللاعب الهوني بشأن تجديد العقد دياله رغم المفاوضات اللي استمرت طيلة الأشهر الماضية بسبب الرغبة ديال اللاعب أو تجربة جديدة ومن المرتقب بش يتم الإعلان على الصفقة الأيام المقبلة القليلة وتوصل حمده الهوني بعوروض احترافية من مصر والسعودية إلى أن فريق الوداد نجح في التواصل إلى اتفاق مع نجم الرياضي الترجي الرياضي حمده الهوني يلعب وسط ميدان هجومي لعب الترجي الرياضي التونسي 57 مباراة سجل 15 أهداف ولعب مع المنتخب الليبي 35 مباراة وسجل أربعة أهداف والسين دياله 29 سنة إضافة إلى ذلك فالوداد الرياضي مقبل التعاقد مع لاعب سوفيان أحناش 27 سنة الموالد أمستردام الهولندية واللاعب هو أخذ المساعد عدل رمزي مدرب نادي الوداد الرياضي إذن بالتوفيق نادي الوداد الرياضي في صفقة ديالو لأنه مقبل على بطولات بطولتين إفريقيتين والدوري المغربي وكأس العشق المغربي إذن بالتوفيق لنادي الوداد الرياضي ترجمة نانسي قنقر